موسيقى سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان شاء الله احنا النهاردة هنشوف المباراة رقم 9 من بطولة العالم نشطرنجة 2021 ما بين ماجنس كارلسون ويان نبومنشي والنتيجة حتى الان 5-3 اللي جرى المقدمة دلوقتي هو حر بس انا يعني هبدأ ان انا اقولك نصيحة لوجه الله وطلب النصيحة هي معروفة للناس كلها واكيد انت سمعتها كتير لكن خليني اقولها لك تاني ياريت تتقن عملك لو انت بتشتغل في مجال معين او بتدرس اي دراسة ياريت تديها حقها يعني مفيش حاجة مثلا تتذاكر في ساعتين تذاكرها في نص ساعة واقلب علشان وراي حاجة تانية يعني تهريج نازل العب مطش نازل اجري نازل اقابل صحابي فاقلب الامور ببساطة طالما انت مخلص اللي انت بتعمله وبتديله حقه توقع نتائج ممتازة بتتدلع ما بتديش الحاجة حقها ما تجيش تقول ايه النتائج فين اصلا ما فيش نتيجة طيب خلاص مش هتقل عليك في المصح انسى اللي انا قلته ده خلاص ياريت ما تنسهوش ياريت تحطه في مكان امن في عقلك والطلب هو ان انت تتابع وقت ماجنس ووقت يان بومنشي في هذه المباراة شكرا للناس اللي استنت معايا وسمعت المقدمة وما جرتهاش ويلا بينا نبدأ المطش يان النهاردة بيلعب بالقطع البيضاء وزي ما سمعنا ان كارياكن وده كان متحدي ماجنس كارلسن في 2016 جاله من روسيا وقعد معاه والمفروض ان هو يعني جانب انه هيدعمه نفسيا هو كمان ممكن يقترح عليه اقتراحات شطرنجية تفيده في مباراة النهاردة وخصوصا ان يان وضعه صعب ومحتاج ان هو يكسب فوضح ان في اقتراح ان هو يلعب سي فور بدلا من اي فور دايما يلعبها ونخش في الريو لوبز والاشكال باقي التعدلية بحت ومش قد يوصل لشكل يخليه يهزم ماجنس كارلسن في الريو لوبز بالمناسبة في مطش رائع بنحضره ما بين كاسباروف وكاربوف في الريو لوبز هينزل قريب جدا على القناة اول ما ينزل يعني بنصحك بشدة برضه انت تشوفه هيعجبك جدا وهيغير مودك بقى من كل الاشكال المقفولة الرخمة لا لا فيه شعب فيه لعب جميل جدا الريو لوبز في ادين كاسباروف مختلف ماجنس هنا مايردش الرد المنطقي السي فايف المتماثل واللي ماشي جدا مع فكرة انه عايز يتعادل لان الاشكال بتاعت الانجليش او الانجليش المتماثل ده بالنسبة كبيرة ممكن تعرف تتعادل بها بالاسود او يلعب الريو فايف وده اجريسيف شوية وممكن يدخله في اشكال ممكن يكسب ممكن يخسر ولكنه يبعد تماما عن كل حاجة ممكن تكون محضرها او الله اعلم اكيد ممكن تكون برضو محضرها بحيس ان انت محضر لبطولة العالم ويلعب اي سيكس لما شفت اي سيكس اتبسطت جدا لان ده كان اختياري لما لعبت في الدوري الممتاز قصاد انجليزي وكنت عايز اخرج الخصم من تحضيراته طبعا مع فرق الليفل وفرق كل حاجة لكن واضح ان اي سيكس نقلة فعلا قوية قصاد الانجليزي لو ما شفتش ماتش الدوري الممتاز هسيبهولك برضو في الوصف والحمد الله عملت في نتيجة جيدة دي فايف بيشب دي تو وماجنس يقول له ما تاخدش مساحة اكتر من كده دي فور بستموف على الانجين لكن مش اكتر حاجة تتلعب في هذا الشكل على الداتابيز الداتابيز بتقول نايت اف سيكس وبعد دي فور ممكن يخشه في شكل من اشكال الكاتلان بالابيض لكن ماجنس واضح انه عارف الشكل ده كويس وعشان كده لعب دي فور اي نعم فتحت الوطر الابيض للخصم ولكن بتاخد مساحة جيدة جدا في السنتر بتكبس كده على نفس خصمك ما بتخلوش ياخد الدي فور ببساطة وهيبدأ يحاول يتشالنج البيضاء ده بانه يلعب حاجة زي دي او كده وبعدين دي يعني شكلي بالنسبة الاسود حلو نايت بيكمل انتشاره وماجنس بدلا من ان يدعم هذا البيضاء بسي فايف لعب نايت سي سيكس نقلة جميلة علشان المربع ده هو عاوزه فاضي يحط فيه فيل بعد نايت اف سيكس نايت دي سيفن نايت سي فايف المربع الفاضي ده ممكن استغله بقطع ودايما القطع في المربع ده احلم البيضاء تبيت وفعلا حط البشيب سي فايف بيقول له انا مش هسمحلك قوي بالنقلة دي مع العلم من وجهة نظري الغلبانة ان النقلة دي كانت من افضل النقلات اللي كان ممكن تتلعب في هذا الشكل الا انه رد بدي ثري واحد انت راح فين ما تقول لي يا ابني ليه هي كانت احسن نقلة ممكن تتحاضر هقول لك والله لو اي ثري تلعبت هنا اولا ممنوع تاكل الاكلة غلط خالص مش علشان هناكل هنا وانكسر وزراء لا طبعا ولكن الاكلة دي قوية وعاوزين دي فور دلوقتي جانده لو حاولت تمنعني بكوين دي ثري فعندي كوين بي ثري هكسر معاك واخد بردو الدي فور ووضعي حلو بالابيض لو حاولت تمنعني بحاجة زي كده فبي فور جامده لو كانت بالحصان بتوقع بدأك الوسطي لو كانت بالفيل في كوين اي فايف عاية حصان في بيدأ ولو مشيت هاكل الفيل تفوق واحد ونص للبيض طب اعمل ايه يمكن دي كانت تبقى نقلة حلوة طب ماجنس اكيد ما كانش هيكل بدأ في بيدأ يعني كان هيكمل انتشاره احسن نقل على الانجين هنا ايه حصان من هنا عشان يطلع هنا ويدغط بزيادة على مربع الدي فور ولكن عليها كان بي فور برضو جامده بفكرة ان انت لو كانت بالفيل مثلا فنايت تيكس طب لو اكل نايت عادي لبيض معابدي انجام دين ازاي عم الكلام ده ده يأكل وياخد الرخ اديجي انت شفت البار بتاع التقييم صوت اول ما انت كانت البيض عشان الكيش هتغطي هقوم كاسة الديفندر هتاكل هاكل الفيل يا عم في رخ راحت ولا راحت ولا حاجة ده الوزير اللي تحبس يا معلم وتفوق ستة للبيض فمش عارف ليه كان الشكل ده يمكن يفرق معه يعني يبقى احلى شوية من اللي تلعب لكن يان بوبنشي بيستخدم الشطرنج الستاندرد الستاندرد اللي ماجنس اكيد هعرف بيرد عليه ازاي فلعب دي ثري دي ثري بس بعدين نبقى نضرب دي كده واحدة واحدة ان شاء الله طبعا لو ماجنس عمل مصيبة زي دي دلوقتي مثلا طبعا بي فور برضو قوية بفكرة انك لو كلت هاكل ونفس الفكرة الاخرة بتاعت لو كلت باكل هنا بتاكل باديك كيش لازم ترجع تغطي بقى امتسر الديفندر واكل الفي لسا اني الكلام ده ماشي فماجنس طبعا يعني مش مش تلميز فملعبش ال اي فايف ولكنه لعب هنا الحصان التاني بينتشر بمنتهى البساطة بعدين يان يكمل بنايت ها هنا برضو انترستنج ايديا انك كنت تلعب نايت اي ثري وتحاول تلف كده وتلعب كده كأنك بتلعب بنوني بس بالابيض وده كان هيديك افكار جيدة جدا على هذا الجناح لو حول تديني طبعا انتياز الفلين صباح الفل للرخف تشتغل جميلة والفلين حلوين الامور حلوة اعتقد يعني ما كانش ده هيحصل ولكن نايت اي ثري كانت فكرة حلوة لكن يان بمنشي لعب نايت بي دي تو بعدين ماجنس يكسب مساحة على الجناح باي فايف زي ما عودنا بيعشق انه يكسب مساحات نايت بي ثري هات الفيل لا مافيش فيا لده ده ده الفيل الحلو بتاعي الفيل الوحش بتاعي اهو مش عارف يطلع حتى الان فمش هديك الفيل طبعا اي ثري بدم انت شلت الفيل من هذا الوتر انا هبدأ اضغط على البدء الوسطي ده عشان اخد مشاركة في السنتر تيكس ولو انت قلت ان هاكل كده وهاخد دي فانت عمرك ما هتشوف دي دلوقتي عشان اي فايف جندا ولسوي الاحسن والفيل اللي كان وحش اشتغل ومعتي في مشاكل فايان يختار انه يأكل بالفيل ودي فعلا بيستموف لكن تحس ان كل الباور او الطاقة اللي كانت موجودة في الشكل اختفت بعد بعد الستركشور بتاع الدي ثري والفيل ده وقصون دلوقتي ماجنس هيطلب الفيل ويقوله لو سمحت هاتي الفيل الجامد بتاعك ده فيقوله يا عم لو انت عايز الفيل اكسرهولي في الفيل الحلو بتاعك ما انت عندك فيلين في الحلو مفتوح وفيل وحش فلو بدلت فيلك الحلو مع فيلي خير هيتبقى فيل قوي لي وصد فيل وحش ليك ويقوله بقولك ايه انا هبيت عاوستاك والكل انت فيقوله انا هاخد السنتر الاول وبعدين بعد ما ازوق علي انا هكسر وحط الحصان مكان الفيل وكلام جميل ورائع وهنا في حلين لماجنس كارلسن ليضرب السنتر مباشرة ودي بيستموف على الانجن ولكن عليها رخ هنا ورخ هنا والشكل صفار ومفوش مشاكل يا اما يكمل فكرة الاي فايف اي فور بانه يلعب اي ثري ماجنس حرق من وقته تقريبا خمسين دقيقة تقريبا يان حرق تقريبا اربعين دقيقة بس وهنا يان يفكر تقريبا خمس دقيق ثم يلعب نقلة علاق لا لو لو التفوق اربع من عشر هيبقى صفار ومخدش وقت في قرارات مصيرية فابيانو كاروانا وهو قاعد مع ااا دانيال رينش بتاعة تشيس دوت كوم قال برضو نيبو بيفقد الكريتيكال مومنت يعني النقلة الحساسة في المباراة بياخدها ببساطة ويلعب اي حاجة. هو اكل هنا بيدا في بيدا. الاحسن كان يلعب بي فور. هل هي ويننج؟ لا مش ويننج. بس كده هتدي افكار للمكسب. بعد نايت تيكس تطلبه وما يقدرش ياكل البيداء ده عشان كوين دي تو حبست الحصان. وبالتالي لو رجع مثلا فانت بتنتش هنا بيتخلص من فيله السيء اه بس رخك في سبعة. البيداء ده بعيد عن الضغط والبيداء ده قريب من الاتاكس بتاعتي. والابياد هو اللي بيتكلم في تفوق في هذا الشكل مش لسود ابدا تفوق واحد على الانجن. ولكن ماجنس اكيد ما كانتش هيرجع بحصانه ولكن كان ممكن يلعب بي سيكس. و بي سيكس دي كانت هتسمح بالتيكس. ياكل هنا وبعدين نرخ ها هنا. لو كانت بيدا في بيدا باكل بالحصان هترخك والرخ دي محبوسة. لو لعبت كده اللي بيخش قاتل. لو لعبت هنا اعتقد ايضا يعني خلينا نجربها كده. لو لعب هنا مثلا فكوين تيكس جي for. واو. كمان الرخرة بتجيش هنا وما بتجيش هنا عشان الوزيد بياكلها وضع بائس تفوق اربعة فاكيد ماجنس ما كانتش هيكل بيدق في بيدق وكان هيلعب مثلا روك اي سيكس ها هنا وتاخد انت بيدق وبقى معاك مش بيدق زيادة بس البيدق ده عرضة للضغط البيدق ده عرضة للضغط البيدق دي حلوة الابيض اللي بيتكلم في تفوق في هذا الشكل مش لسود برضو ده ما حصلتش في المباراة لكنه اكل بيدق في بيدق ولما طبعا ماجنس شاف النقلة دي قالك انا مش مستعجل على حاجة خالص روك دي وان البادق دي هتقع وحياتي حلوة وما عنديش مشاكل بس بص ماجنس خد خمس دقايق عشان يلعب اللعبة اكل الاول على طول ولا جيب الرخ متأني راسي من الاخر مخلص معاه نقطتين زيادة ومش فرقة بيلعب كأنه معهوش اي تفوق هو ده السر يا جماعة للنجاح والله ان انت بس يعني يعني ابزل بس شوية مجهود زيادة المهم نايت بي ثري باك عشان يحمي البيدق بتاعه برضو كان ممكن يلعب هنا روك بي وان ويكمل الضغط البادق دي وحشة وبطقع يا عم يكمل انت ضغط لو لعب لك حاجة زي مثلا روك اي سيفن يحمي دي بستموف على الانجين هنا يعني شكلها برضو مش ناتشرل لو اكل البيدق مثلا وده شكله ناتشرل اكتر نايت تيكس بيشب تيكس بون تيكس حتى لو اكل هنا مش عارف دي حلوة ولا وحشة بس نايت اي وان على كلام الكمبيوتر قوية جدا وهات الحصان دلوقتي بتاعك لو نايت تيكس فلو سمحت دي كمان مطلوبة يعني الاثنين مطلوبين في هذا الشكل بعد نايت اي وان في قطعة ممكن تروح فالمهم يان يختار انه يرجع بالحصان ويخلي الشكل اسفار تماما نايت باكتو اف سيكس كفاية بقى كل شوية نكشف على الحصان الغالبان ده روك اي وان يمكن نلعب شوية على الوزير ده بدي فايف وهنا يختار كوين تيكس لكن ما تقلقش حتى روك تيكس سليم ودي فايف معليهاش اي حاجة الوزير بيرجع هنا وعلى الارجح البيدق ده بيقع نتيجة الربطة دلوقتي يعني كمان شوية تلاقي بيدق في بيدق في بيدق حصان في بيدق وبدق وقع ولسو التفوق تمانية من عشرة ليه فكوين تيكس كوين اي تو يبعد عن وش الرخ ويحاول يجيب الرخ التانية مثلا لو ينفع لكن المستحيل حتى الان في ضغط جامد جدا على هذا البيدق الضعيف اللي انت عملته ضعيف اللي لو مكانش كالت بيدق في بيدق ولعبت بي فور عمره مكان هيعمل كده انك في بيدق بتاعه واقف في الاي ثري مكان الوزير اي تش سيكس اي تش فور ناوي هاجم اوكي بيشب دي سيفن عايز يكمل انتشاره وهنا يان ياخد قرار انه يلعب نايت اي فايف بيقوله ان انا هحاول اعوجلك القطع بتاعتك او جناح الوزير ويقوله يا مرحب يلا اعوجني ما عنديش مشاكل بالفكرة انك لو كالت هنا كالت هنا كالت هنا كالت هنا انا بلعب كوين بي فور وبضغط على البياد ووضع كويس ما عنديش مشاكل الكمبيوتر برضو بيقول روك اي بي وان اه سوري الله بيضلع اللعب دلوقتي فبعد روك اي بي وان الكوين كمان شوية بيتحرك وكمان على فكرة ممكن تلعب حاجة زي سيفايف لو عوج نفسه بهذا الشكل كوين بي فور وتبدأ تجوز على هذه البيادق اسفار الشكل اسفار اسفار فايان يفكر شوية يقول لا انا مش هعمل كده انا هلعب كوين اي ثري احمي بيدا الوسطي بس واصبر وهنا برضو فابيان وكاروانا فضل يقول ان النقلة دي قوية حتى لو اخد البيادق بهذا الشكل لسويد هيكون احسن بعد انه يطلب هنا وهنا والنقلة قوية لكن ماجنس يجيب بيست موف على الانجين وبص فرق الوقت في نص ساعة زيادة ليان يان بيلعب نقلته ويؤمن على الرقعة معرفش بيروح فين مش مدي الموضوع اهتمام يا جدعان ماينفعش انت قاعد في بطولة عالم فدر يتكلموا عن النقطة دي كتير وقالهم انه في البطولات الكبيرة بيقعدوا يلعبوا ويبقى معاها زميل وفيه مطشات تانية ممكن يتفرج عليها بيبقى مفيش حاجات كتير بتضيع الاسترس لكن كنوا قاعد مع ماجنس بس على رؤية شطرنج واحدة ومفيش نوع من انواع ان انا اطلع الاسترس في حاجة ده مخلي يان مش قاعد على بعضه زي ما بيقولوا المهم كوين اي ثري ماجنس يجيب كوين بي فور الفكرة البساطة انا ناوي اكسر واضغط على البيدق ده اللي هيبقى حمايته مش موجودة بعد ما الحصان يكتفي روك اي بي وان ناوي يضغط على البيدق ده اوكي نايت تيكس زي ما انا بون تيكس نايت جي فور هات الوزير الوزير يتحرك ويطلب تكسير يا مرحب فكرتك اللي كانت من شوية بتقول عايز تضغط هنا الرخ راحت وجدت وكأنك يا زيد مغازيد هي المفروض مغازيد بالته بسه عشان زيد مغازيد فا اخبالك المهم عملت لنا لايك ولا لسه همعلم ايتش فايف يلزق حصانه بغراء وبعدين بيش ابتيكس سفار وفيش مشاكل روك اي فور هات البيدق بعدين ممكن تلعب نايت سي فايف تسيب البيدق ممكن تلعب يعني ام اف ثري تمشي الحصان بعدين ترجع بفيلك في ال اي فور اصفار كل الموضوع اصفار اصفار وهنا يان يفكر له بتاع تلات اربع دقايق ويلعب سي فايف فعلا تلات اربع دقايق من اربعة وخمسين خمس دقايق من اربعة وخمسين لتسعة واربعين تسعة واربعين وماكملهاش يعني من من اربعة وخمسين قولي خمسين اربع وخمس دقايق ام مجنس قعد مجنس خد بارك احنا في النقل السبع وعشرين لسه له تلاتاشر نقل عشان يزد له ساعة جديدة في وقته قعد يتعجب هو في ايه؟ هو مش مش سي سيكس دي بتحبس الفيل ولا انا؟ هو في ايه؟ ورغم انها واضحة جدا وقالوها في التحليق لان مجنس برضو تقنى وشاف ان يمكن عنده فكرة خد بالك انه برضو مجنس قلبه على انه يجيب الصح يمكن عنده فكرة بعد تلات اربع دقايق في التفكير حبس الفيل ويان هنا انا صعب علي والله صعب علي جدا وبدأت اشعر بالحصرة ان هو متحصر على حاله حسيت كمان ان دموعه بدأت تنزل يعني او يعني تغرغرت كده بالدموع حاس ان هو مش في المود مش في الفورما متضمر نفسيا لعب F3 والحصان رجع بعدين قال له تعالي عشان خاطر ينكسر قال له انا اسف ما اقدرش اكسر الفيل ده محبوس طب انا هحميه وانا هربطك شكرا على الفيل طبعا هنا يعني محاولات بائسة لعمل بياد سلكة لكن مجنس ياخد البيدق ويقول له هات الحصان نايت سي فايف نايت اف فايف هات البيدق اللي في الجي ثري اي فايف روك بي ايت اي سيكس نايت اي فور ناوي يدفع هذا البيدق وبعدين يحط الحصان هنا سي فايف اي سيفن روك بي ايت نايت تيكس طبعا لو لعبت حاجة زي كده البشب بي يمسك الوطر وما عادش عندك ترقية تفوق سبعة للإسود والله شيء حزين في هذه اللقطة يعني انسحب صاحبنا يان بومنشي وتصبح النتيجة ستة تلاتة الماجنس كارلسن اتمنى تكونوا استمتعتوا بالتحليل اتمنى ما تنسوناش في الاشتراكات واللايكات ونشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته